هنأ رئيس مجلس النواب سلطان البركاني نظيره البحريني أحمد بن سلمان المسلم بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة وأعرب البركاني في برقيته عن خالص التهاني وتبركات على الثقة الكبيرة التي حظي بها المسلم لمجلس النواب البحريني مباركا له وللشعب البحريني الشقيق هذا الزخم الديمقراطي الكبير الذي يعكس المستوى المتطور الذي وصلت إليه مسيرة الحياة الديمقراطية في المملكة مشيرا إلى تقديره العالي لمملكة البحرين على مواقفها الداعمة والثابتة والأصيلة ومساندتها للشعب اليمني ومشاركة مملكة البحرين في التحالف العربي لدعم الشرعية في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي وأشهد البركان بعمق العلاقات الأخوية الوثيقة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ وما تشهده من روابط متأصلة تجسد أواصر الأخوة والهدف الواحد والمصير المشترك مؤكدا حرصه على تعزيز وترسيخ علاقات التعاون المشترك بين البلدين لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين وقضايا الأمة العربية معابرا عن تمنياته الطيبة للشعب البحريني الشقيق بمزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك المملكة البحرينية الشقيقة